أعرب السفير الهنغاري لدى الأردن شابا شيبيري عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين الأردن وهنغاريا وقال خلال افتتاحه مشروع إعادة صيانة نظام التدفئة في مدرسة البطرياركية اللاتينية في ماركا بعمان إن الحكومة الهنغارية قدمت مساعدات للأردن لدعم مشاريع إنسانية وتعليمية مشيرا إلى الدعم الكبير الذي ستقدمه الحكومة الهنغارية لاستكمال بناء الكنيسة في موقع معمودية السيد المسيح على نهر الأردن وتجول السفير شيبيري في مرافق المدرسة يرافقه المطران الشوملي وراعي الكنيسة الأب خليل جعار ومدير عام المدارس الأب وسام منصور ومدير جمعية الكاريتاس الأردنية السيد وائل سليمان واطلع على الخدمات والجهود التي تقدمها المدرسة للطلبة الأردنيين ولأبناء العائلات المهجرة نحن نشكر الحكومة الهنغارية للمشاريع التي تقوم بها في الأردن بخصوص البعثات الدراسية لسبعمائة طالب وطالبة في هنغاريا في مختلف التخصصات ومختلف الدرجات من الدرجة الأولى الجامعية حتى الدكتوراه ونحن نفتخر بأن هنغاريا قدمت للعالم أكبر عدد ممكن من حملة جائزة نوبل للعلوم وهذا دلالي على جدية الدراسة في هنغاريا وكل سنة يوجد عشرات أو مئات البعثات لطلاب الشعب الأردني اشتركوا في القناة